السلام عليكم إخوان تمنى تكونوا كاملين بيخير وعلى خير صحيح لكم زيان وانتو ما كتفرجوا في هذا الفيديو اليوم اندروا تحليه دل مباراة تينسي في قاس الاتحاد انجليزي بلوما طبع لكم الاخوان دخلوا دايك في التفاصيل تشكيلة دل تينسي اليوم كانت كالتالي اربعة ثلاثة ثلاثة في خط الدفاع كان سار و روديقير و أزبيل كويتا في خط الواسط كان مسلمون تكوفازيتي و جورجينيو في خط الهجوم كان لوكاكو و زياش كالوم هوتسون أوضوي بداية الاخوان شفنا واحد ضغط داتو تيلسي ولكن حارس دلمرمى اليوم كان صراحة رجل المقابلة ومنع بزاف دل اهداف دل فارق تيلسي فارق فيلموت كان كلاعب على مرتدات لكن ضربة حرة غير مباشرة جاء باغتات الحارس كيبو جمنا الهدف الاول دل فارق فيلموت بعدها مباشرة شفنا تيلسي سعت واحد ضغط كوفازيتي عندو شوش عاردات و كالوم هوتسون أوضوي عاردة فارق فيلموت كان كلاعب على مرتدات و لاعب على الجهة اليسرى بزاف حتى كان صار ناقص صراحة في الماركة دليوم حاكم زياش الاخوان صراحة رشي عرضيات لا يمكن رسالهم و لكن للأسف ما كتلاقيت معا قلوكا كل يوم ما كاشف نهاره وما ماركة اشي بيت ولكن سيزار اسف الكويتا مفكي كل حول ولماركة واحد اللي بيت بالكعب ليزوين بزاف صراحة باغتش في الحارس كوبر شو تاني كذلك شفنا الضغط بالتيسي بزاف الاخوان بزاف الحارس كوبر صراحة كان اليوم في النهار ديالو بعد دخول هافرت خروج كالوم هوتسون أوضوي هافرت زيع بزاف دل كواري كان مخلوع قدام المرمى لوكاكو كذلك ميسلمونش زياش صراحة كان في النهار و اليوم اياخد احسن تقييم في الماتش السامر الضغط ديالتيسي تلحو دقيقة السبعين واحد الكورة حطها لوكاكو الميسلمونش مشات فوق العريضة وحارس كوبر تقلق بزاف صراحة فضل ماتش لا يمكن ان يكون يلعب في الدوري الدرجة الرابعة من دوري اجليزي نشوط الاضافية الاخوان تاي عرفت شو حط ضغط دلتيسي اللي كان كبير بزاف بذلك تأتيهم الهدف والاخوان صراحة تيسي كانت ناقصة فضل ماتش من ناحية الهجوم هي ضيعه بزاف دل كواري وصلحة تيسي قدرجت انها تحقق انتصال ليتامين بزاف صراحة حسن على فارق في الموت هذا ما كان الاخوان في درجة ان شاء الله في امان الله